اشتركوا في القناة اهمية ابدا بالنسبة للرجل وده كمان رجال كتير بيهتموا بي ولان جسمهم دايما محتاج لفيتامينات والمعادن كتير في مراحل عمر مختلفة احنا نهاردة هنتكلم في فقرتنا عن يعني اهمية هذه البايتامينز او المكملات الغذائية لصحة الرجل مع عضفتي المشرفاني منوراني في الستوديو دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناترال اهلا يا دندولة منوراني بنورك يا عظيمة يا جميلة عاملة ايه في قلبي بتوحشيني وانتي اكتر حبيبته عمري احنا انتي بوسي يعني ايه كل موضوع للفقرة بيكون مختلف ودايما بتحب ترضي كل الاطراف طبعا فانتي بتهتمي بالبنات والسيدات انا عارفة طبعا عشان انتي يعني احنا طبعا منهم لكن كمان بتقوليلي لازم نهتم بالرجل واصبحت فيه حاجات كانت زمان ما هيش مهمة او ما كانوش بيهدوها اهتمام دلوقتي اصبحت مهمة وبيدوها كل الاهتمام من ضمنهم المكملات الغذائية والفيتامينز عايزين نعرف الرجل فعلا من سن كام يبدأ ياخد الفيتامينز وايه اهميتها بالنسبة الافيتامينات والمعادن مهمة جدا لأي رجل مهما كان سنه كبار السن من الرجال لازم فيتامينات ومعادن الرياضيين لازم يمشي على فيتامينات ومعادن اصحاب الامراض المزمنة لازم يمشي على فيتامينات ومعادن اللي اكلوهم مش صحي وسوق التغذية لازم يمشي على فيتامينات ومعادن المدخنين لازم يمشي على فيتامينات ومعادن ومضادات اكسادة فكل الرجال مهمة جدا لهم الفيتامينز الفيتامينز مهمة لهم في ايه؟ لتنشيط منعاتهم لتعزيز منعاتهم مهمة لهم لتعزيز التمثيل الغذائي والنشاط بتاعهم والطاقة بتاعتهم اليومية كل الرجال عايزة يصحوا منهم يبقى عندهم تطاقتهم عشان ينزلوا يشتغلوا وكل النق ممكن مثلا مين؟ اللي بيسوقوا العربيات الكبيرة بيعودوا فترة طويلة جدا في الطرق لازم الدهن بتاعهم يبقوا مركزين وهم سيئين المهندسين مهم جدا اللي بنزلوا لوكيشنز ومش عارفة ايه وبتاع المخرجين اللي زي الموجودين لسه كنا بيقول المخرج أنا لسه كنت هقولها أكيد الأستاذ المخرج يتفرج علي يقول لي فن يا دكتوري دي نوعانا بنعمل كم حلقة في اليوم كلهم لازم يبقوا طول الوقت زهنهم حاضر ونركز صحيح من أهم الفيتامينات اللي الراجل لازم يمشي عليها فيتامينات كثيرة جدا أمشي قولوا أن الفيتامينات أهم من فيتامينات لكن اللي هيلم بمعظم الفيتامينات اللي هو محتاجها هو ELP MultiVit مهم جدا أنه يمشي على ELP MultiVit قرص واحد في اليوم ليه؟ أولا لو هتكلم عن نشاط مهم ليه جدا يدعم دمه بفيتامين به أو عائلة فيتامين به طبعا ELP MultiVit الصورة احنا شايفينها على الشاشة وبقول لهم أن أنا ما عنديش بديل عايزين تجبوه من السيدليات احنا موجودين في سلسلة السيدليات معروفة موجودة في كل محافظات مصر روحة السيدلية اللي جنب بيتك ما لقتوش احنا متواجدين تقول السيدلي الدكتور السيدلي أن ELP MultiVit متوفر في الشركة المتحدة للسيدلة بكود 8325 وأول يطلبوه عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة طيب أنت تقولي دلوقتي 1P MultiVit ليه ما معنا 1P MultiVit شوفنا الصورة اللي قبل أو دلوقتي كمان الصورة دي بيوريكي كمية الفيتامينات والمعادن في قرص واحد يبقى فيتامين سي كابر النحاس فيتامين إي فيتامين بي واحد وثنين وثلاثة 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 الكالسيام كل دول والزنك 13 عنصر أو 13 نوع من الفيتامين موجود جوه الأرقام بالزبط والزنك مهم جدا للرجل عشان يدعم خصوبة الرجل مهم جدا ليه عشان نسبته عالية نسبة الزنك عالية وبيدعم الزنك بيدعم المناعة والطاقة بتاعته وطبعا رجال كتير كمان بتهتم بشعرها وبشرتها يعني مش الستات بس لو هتكلم على تسقط الشعر بالنسبة للرجل لو هتكلم على الصلع التام بنلجأ أكيد لزراعة الشعر عشان بس إيه ما نقولش إلا الدكتورة دينا عندي صلع وبتقولي خد ألف مالتي فيت لا طبعا ألف مالتي فيت بعد لو عندي لو الراجل عنده صلع طبعا السكتات عندها جين الصلع ودي ميزة ونعمل عند ربنا عندنا جين تسقط شعر لكن ما عنديه جين الصلع إلا لو عندي مرض مناعي بيؤدي إلى تسقط شعر لا مش عايزين نبدل مخرجة بيقولي تيكو نبدل لا في دي لأ فبقول لأي راجل لو عندك صلع مثلا لازم ألجأ لزراعة شعر بس الحلو بقى وانا بلجأ لزارتش أن انا أستخدم ألف مالتي فيت عشان أحافظ على الشعر صحيح عشان الزنك مهم للشعر البيوتين مهم للشعر الكوبالامين مهم للشعر الفوليك أسد مهم للشعر فمع زراعة الشعر دي لكن لو الراجل شعره بدأ يتساقط لكن مش صلع بياخد ألف مالتي فيت ويلاقي تحس يعزز جدا طبعا وسوق التغذية برجع أقول الراجل مهم ليه الكوبالامين وكوبالامين مهم جدا لأنه يدعم كرات الدم الحامرة والأعصاب بمهم دعم الأعصاب جدا مريض السكر يجب أن فيأخد ألف مالتي فيت معان الأدوية لأنه يدعم الأعصاب عندك الرياضيين مهم لهم involving Lux aud gilt التكوين خلايا العظم المهم ليهم فيتامين بها عشان الأعصاب الارض الكوبالامين المهم ليهم فيتامين سي عشان يدعم المناعة جدا ممكن أخش جيم مش نظيف ولا معرفش على فكرة يعني لازم كلها تتعقم كل ما حد يطلق يمشي منها يجي حد يعقم فريدي بقى مش متعقمة لو مناعتي مش قوية هبقى ملطاشة بقى للفيروس يعني